في الواقع نحن نقف على مشارف مخيم عين الحلوة المخيم لا نستطيع دخوله بسبب الاشتباكات أولا وبسبب أيضا عدم السماح لنا من قبل الجيش اللبناني للدخول إلى عين الحلوة حركة الدخول والخروج هي محصورة فقط بخروج اللاجئين الموجودين داخل المخيم الذين يريدون مغادرته بسبب الاشتباكات التي ما تزال مستمرة حتى هذه الساعة في المخيم نحن نرصد منذ وصولنا إلى هذه المنطقة أصوات رصاص وقذائف صاروخية داخل المخيم لم تتوقف ربما هي تهدأ بين الفينة والأخرى لكنها لم تتوقف خلال الساعات الماضية حصيلة القتلة حتى هذه الساعة هي خمسة قائد قوات الأمن الوطني إضافة إلى أربعة من مرافقيه قتلوا إثر الكمين الذي تم نصبه صباحا داخل المخيم عدد جرحة كبير هناك العشرات من الجرحة في صفوف حركة فتح هناك عدد من الجرحة أيضا في صفوف المدنيين وأيضا هناك خسائر مادية كبيرة بحسب ما نشاهد من خلال مقاطع الفيديو التي اتصلنا من داخل المخيم واحتراق عدد من المنازل داخل المخيم لابد من الإشارة أن أيضا هذه الاشتباكات أدت إلى وصول الرصاص إلى خارج المخيم وأيضا إصابت بعض عدد من المدنيين اللبنانيين وتضرر بعض البيوت والمحال التجارية نتيجة القصف الذي خرج إلى الأحياء اللبنانية وأدى إلى تلك الخسائر الاشتباكات مازالت مستمرة ونحن نراها ونرصدها من هنا على مشارف المخيم ألسنت الدخان تتزايد خلال هذه اللحظات وهناك عدد من القذائف التي يتم قصفها داخل المخيم وتبادل إطلاق النار أيضا داخله علمنا بأن رقعة الاشتباكات كانت تتوسع قبل قليل داخل المخيم وهناك كان هناك محاولة لدخول بعض العناصر إلى محاولة لاقتحام أحد حواجز الأمن الوطني في المخيم لكنهم لم يتمكنوا بحسب المعلومات الأكيد بأن الاشتباكات ما زالت مستمرة برغم البيان الذي صدر بعد لقاء القوى اللبنانية مع الفصائل الفلسطينية وجاءت نتيجته بضرورة وقف إطلاق نار فوري بين حركة فتح وجند الشام لكن هذه المساعي لم تثمر حتى هذه الساعة ونحن نسمع صوت القذائف هنا هذا يعني بأن كل المساعي والضغوطات التي حصلت طيلة فترة بعض الظهور فشلت في الوصول إلى وقف إطلاق نار بحسب بعض المراقبين للموضوع قال لنا بأن الخسارة هي كبيرة خسارة حركة فتح قائد القوات الأمن الوطني والعناصر الذين كانوا يتوجدون معه هي خمس أفراد وهي خسارة كبيرة وهذا الأمر قد يؤدي ببعض المنتمين إلى الحركة ربما إلى رد فعل وعدم الاستجابة إلى ما خلص إليها الاجتماع بين الفصائل ربما هذه المعركة أيضا بحسب بعض المراقبين تمتد خلال هذه الليلة ربما ستكون ليلة قاسية على مخيم عين الحلوة بسبب هذه الاشتباكات التي ما تزال مستمرة والتي تتزايد حدتها ومن المعروف بأن الليل هو غالبا تشتد فيه الاشتباكات وتكون أقصى ربما لا أدري ربما طبيعة تحرك الأفراد والمقاتلين خلال الليل تكون فيها حرية أكثر أو ربما رصد لمناطق معينة أو أحياء معينة بحسب ما علمنا بأن هذا الموضوع لن ينتهي خلال الساعات القليلة الآتية وربما يستمر حتى يوم غد لكن هنا قرار من قبل لن يكون هناك لن يتم احترام التزام ووقف اطلاق النار كما حدث في الساعات الماضية أيضا طيب ماذا عن اللجنة التي قيل أنها شكلت لجنة تحقيق فلسطينية ساعة للوصول للحقيقة حول اغتيال العميدة أبو أشرف العرموشي هل من جديد بشأنها؟ هو مطلب في الحقيقة لم تتشكل هذه اللجنة حتى هذه الساعة هو مطلب من المطالب التي خلص إليها الاجتماع الذي ضم فصائل وقوة وحزاب لبنانية هذه اللجنة ربما تكون الخطوة الثانية ما بعد وقف اطلاق النار الأولوية الآن بحسب ما علمنا من بعض المتابعين والمسؤولين من الفصائل بأنها لوقف هذا الاقتتال ووقف الاشتباك عدم تحميل المخيم وأهله أيضا خسائر جديدة إن كان في الأرواح أو إن كان في الماديات ومن بعد ذلك يمكن الحديث عن لجنة التحقيق يمكن الحديث عن تسليم المرتكبين ومحاسبتهم لكن الأولوية الآن هي لوقف هذا الاشتباك ولتجنيب المخيم معركة ربما تطول وربما ستكون أثارها كبيرة جدا وخطيرة على سكان مخيم أهل عين الحلوة وأيضا على سكان مدينة صيدة الذين اليوم عاشوا أيضا ساعات من الرعب بسبب وصول تلك الرصاص وصول الرصاص إلى الأحياء القريبة من المخيم وأيضا إصابة عدد من المواطنين اللبنانيين هذا الخوف هو خوف أولا فلسطيني على المخيم عين الحلوة وعدم امتداد هذه الاشتباكات لتطال عشرات الألاف الذين يسكنون هذا المخيم وأيضا إلى مدينة صيدة القريبة جدا من مخيم عين الحلوة والأثار أيضا التي ممكن أن تخلفها في حال استمرت هذه الاشتباكات على المواطنين بالدرجة الأولى وعلى أشغالهم بالدرجة الثانية وعلى أمن هذه المدينة بشكل نعام شكرا جزيلا لك من مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان مرسلة الغدى حنان عيسى على كل هذه المعلومات ونعود إليك في النشرة تلاحقا شكرا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك